ساخنة احنا النهاردة بنناقش عنوان اخر البعض يفضلونها اجنبية ليه في بعض الاحيان بعض الازواج يفضل الزوجة الاجنبية مش بالكامع الزوجة الاجنبية ليه الفرنسية والايطالية والامريكية مش بس كده لا في بعض الاحيان بيفضل الزوجة المغربية واللبنانية والسورية ما تيجوا النهاردة نكون صارحين مع بعض وعشان ما حدش زايد علي انا امي مصرية شهيقاتي مصرية زوجتي مصرية وبناتي الاثنين فاطمة وعائشة مصريات إذن ما عنديش أي حرج أن يناقش على زي القضايا النهاردة وحدش زاد علي ولا على مصريتي بالعكس أنا متعاطف جدا مع المصرية ولكن خلال يناقش بمتع الأمانة مع استقبال مكالماتكم التليفونية ليه في بعض الأحيان في بعض الأحيان بتنجح الزوجة المغربية أو السورية أو اللبنية ويوسيني يشرفني النهاردة يكون موجود معي دكتور ميسون الفايومي استشارع العلاقات الأسرية والزوجية من هوين دكتور ميسون أهلا بحضرتك أهلا بيك ليه زعيلتي ليه عشان بيفضل الزوجة الأجنبية ليه صوتك واضي كده في ابنة الحال احنا ربضان خلص خلاص وكلنا وشربنا في كل حاجة فيها في الآخر برضو بيبقى نصيب بس بيبقى فكرة برضو أن أنت رايح بفكر ويخالف عن الفكر بتاعنا اللي احنا اعتدنا عليه ليه الزوجة المغربية واللبنانية بتكسف بعض الأحيان في عدة عوامل خلينا نتكلم أن الزوجة اللبنانية والزوجة السورية تختلف شوية عن الزوجة المغربية يعني مهماش كلهم على نفسي ستاندود وي اه مهماش كده كلمة جوة البيت جعني واحدة فيهم ده سواء سورية أو مغربية أنا لسه بكلم في العموم في العموم في العموم لما بيجي ساعات بتسأل ناس كتير قوي شباب حتى دلوقتي انهم ليه بيقبلوا بيممكن يقولك أن المهر أقل بصرحة نواحية مادية أنه ناسا في الظروف اللي بتحصل في سوريا يعني يقولك المهر أقل بترضى بقليلها ست نظيفة جدا في بيتها شطرة في أكلها دايما الستة الشرقية اللي هي الشامية بصفة عامة عندها ذكاء اجتماعي شديد جدا اللي هي بتعمل اللي هي عايزة بس بموافقة الزواج فيبدو أن الزواج صاحب القرار لكن في الأصل هي صاحبة القرار تب من يدي الجملة دي تاني ربما يكون ده سر نجاح نحاول نتعلمه وده برضو كده يعني بنواشرش كده كل البنات المقدمات على الزواج ما تشوفه كده مع بعض اللي هي بتقوله يعني في النهاية هي بتعمل هي عايزة بس بموافقة الزواج يبدو أن صاحب القرار أن الرجل اللي أخذ القرار لكن صاحب القرار بتبقى الزواجة وليس الزواج فده هنا بيدي للزواج انبساط أني أنا أخدت القرار وفي نفس الوقت بيدي للزواجة رضا أني أنا صاحبة القرار بالضبط فتلاقي الدنيا ماشية معهم منين بعدين فيها حتة حلوة منين في ستة السورية لأن أنا عيشت في سوريا 8 سنين فأقدر أوصف في ستة السورية بصورة كاملة أن الزوجة أن الزوج أهم حاجة الزوج إرضاء الزوج لو لقيته عصبي يبقى خلاص البنات معا والولاد ما حدش يروح للأهوة بتحترم عصبيته لحد ما ينموت بقى وتروح تعمل فنجان قهوة وتعالى ابن عمي ما يقولش لك كده لجزل ابن عمي تعمله فنجان قهوة وتعود لحد ما الدنيا تروق وتاخد وتدي معا لحد ما الدنيا تروق بيش دخلها بقى ند وانت ليه متعصب وانت ليه فبيحصل هنا كلاش هو انت بس لتشتغل مجد سيبني في البيت بلقى بلك برضو يعني نسبة المرأة العاملة اعتقد في مصر أكتر بكتير من الدولة العربية يعني موظم في الدولة العربية المرأة العاملة في مصر برضو يعني خلينا نكون منصفين طبعا هلسه ما خلصناش بس المرأة الشامية ارتداء الزوج ده رقم واحدة هي ست نظيفة جدا حتى المغربية نظيفة جدا في بيتها نظيفة جدا في نفسها اتعلموا في بخصوصا المغربية اتعاودوا على الحمامات اللي هي يعني اللي برا البيت بالضبط حتى يعني انا برضو ففترة من الفترات شفت ده في تونس ان الحمام في البيت مالوش خيمة لان الحمام الاصلي بيروحوا الحمامات يستحموا بحيس يبقى فيه تدليق فده برضو يدي بالضبط الجل بكله فبيبقى فيه اهتمام بالبشرة وفيه اهتمام بان الزوجة مختلفة تمام الستة السورية وهي بنت وهي متجوزة تهتمي بنفسها اكتر انه هي بنت على عكس عندنا يعني انت تهتمي بنفسها البقى الستة المصرية تهتمي بنفسها قوي لما بتتجوز بتبتدي تحمل شوية نتيجة الضغوط اللي هنتكلم فيها كمان شوية لكن الستة السورية لأ تمناخو بس اول صلات الفونية في حلقات النهاردة مع استاذ محمد ويليت ترديني على السؤال ليه البعض يفضلونها اجنبيه انا بيجا استاذ محمد ازاي كا دكتور اخبرك ايه؟ استاذ محمد طب واضح ان الخط قطع بنرجع تاني بنقول ان هناك خلاف مبين او اختلاف مبين الثقافة نفسها الثقافة نفسها لاني انا كطفلة او فيه طفل صغير عندي وتفلة صغيرة